بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعيني يا رب تكونو كايسينو بصاحة جيدة معكم مصطفاق قناة تيوك اللي بيسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك وفعل الجرس شان توصلوا كل المواضيع التعبير واللايك ما تدخلوش عليه باللايك لو عجبك الفيديو تغط لايك مش هيفرج معك بس هيفرج معي يدعم القناة ويسند القناة وكمان يخلي الفيديو يترفع وتشوفوا كل الناس عندي تعبير النهاردة فيديو تعبير النهاردة عن الاخوة في الاسلام الاخوة في الاسلام لما اجي اكتب موضوع التعبير لازم يكون عندي عناصر عشان اعرف اكتب على اساسه اعرف اكتب الموضوع العناصر بتحتي او الافكار او الحقيقة مقدمة مقدمة عن الاخوة في الاسلام بعدين العناصر بتحتي اللي هكتبها في العرض عندي مقدمة وعرض وخاتمة المقدمة واحد مقدمة بعدين العرض حكتب العناصر دي اللي هي تعريف الأخوة ميت الأخوة الاستشهاد من الدين والسن حقوق الأخوة وشروطها دولة الأربعة دولة العرض يعني مقدمة والأربع عناصر دولة العرض والخاتمة عن الأخوة تمام أبدأ عندي المقدمة أسيب بياط مقدمة أسيب بياط الأخوة في الإسلام هي أساس العلاقات الإنسانية الأخوة في الإسلام هي أساس العلاقات الإنسانية وهي مبنية على روابط شديدة وقوية فالمؤمنون جميعا أخوة في قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة المقدمة خلصت المقدمة أعمل نقطة أدخل على العرض العرض برضو بسيب بياط العرض حكت فيه الأربع عناصر دولة الأخوة هي العلاقة التي تربط بين المسلمين الأخوة هي العلاقة التي تربط بين المسلمين ويكون أساسها الرحمة والمحبة والتكافل والتناصر والتكافل والتناصر والمناصحة وغيرها من الصفات ويجب على كل إنسان أن يكون أخا لغيره ويجب على كل إنسان أن يكون أخا لغيره ومهما اختلف الجنس أو اللون مهما اختلف الجنس أو اللون أو البلد ويقال رب أخ لك لم تلده أمك رب أخ لك لم تلده أمك فالأخوة أقوى من أخوة النسب أو القرابة والدم والأخوة في الإسلام لها أهمية كبيرة حدخل على أهمية الأخوة في الإسلام لها أهمية كبيرة سواء للفرض أو للمجتمع فقد ينال المؤمنون محبة الله ورضاه عفوا فقد ينال المؤمنون محبة الله ورضاه عليهم ونشر المحبة بين الناس يعني نشر المحبة والمودة والتعاون وغيرها الكثير وهذا بالإضافة إلى جعل المجتمع قويا ومتماسكا وهذا بالإضافة إلى جعل المجتمع قويا ومتماسكا خلص التعريف بتاع الأخوة وخلص أهمية الأخوة في الإسلام حدخل على الاستشهاد الدين الإسلامي يدعونا والدين الإسلامي يدعونا إلى التآخي والدين الإسلامي يدعونا إلى التآخي والتراح وجعلها سببا لدخول الجنة ولا ننسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته من مكة إلى المدينة آخة بين المهاجرين والأنصار آخة بين المهاجرين والأنصار أكمل وأن يتعاونوا يتقاسموا كل شيء ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث شريف لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب أولا أدلكم على شيء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموا تحاببتم إذا فعلتموا تحاببتم أفشوا السلامة بينكم والأخوة لها شروط وحقوق يجب الالتزام بها هدخل على شروط الأخوة أو حقوقها أن ينصح المسلم أخاه أن ينصح المسلم أخاه ويبتعد عن الغش والخداع فالمسلم مرآة لأخيه المسلم فالمسلم مرآة لأخيه المسلم وكذلك أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه وأن يقرأ لأخيه ما يقره لنفسه فلا يحسده ولا يبغضه ولا يخدعه وأيضا أن يعينه ويدفع عنه الضرب والشتم والنميمة ويقف معه في الصراء والضراء ويحفظ عرضه وما له وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث شريف تاني برضو حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائس وإجابة الدعوة تشميط العاطس وهناك حديث آخر الحديث الثالث ده اللي كتبته في الموضوع سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل أن تدخل أن تدخل أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم أن تدخل على أخيك المؤمن المسلم سرورا أو تقضي له دينا أو تطعمه خبزا خلصت العرض حط نقطة أدخل على الخاتمة الخاتمة بسيب بياض الخاتمة بتحتي سطر نصف كده أو سطرين ولذا علينا أن نكون جميعا أخوة تربطنا علاقات قوية ومتماسكة ولذا علينا أن نكون جميعا أخوة تربطنا علاقات قوية ومتماسكة ونبتعد دائما عن المقاطعة والمكيدة نبتعد دائما عن المقاطعة والمكيدة خلصت احط برضو نقطة الخاتمة تعبير يبدأ ببيض وينتهي بنقطة التازم برضو في الموضوع لما اجي اكتب موضوع تعبير بعلامات الترقيم اللي هي علامات الوقف الفصلة النقطة العلامات التنصيص الصغيرين اللي بنكتبهم مثلا قبل لما اجي ننوي الحديث او اي قرانية نعمل علامتين تنصيص زي مثلا هنا برضو نسيت اهو لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا يعني لما تنصيص نكتبهم قبل ما نكتب الحديث من فوق كده في بداية الحديث ونكفلهم برضو مكفلين زي دول مكفلين اخر الحديث وبرضو ان كان فيه سلوب تعجب نحط علامة التعجب ان كان فيه سلوب استفهام نحط علامة استفهام نحط علامة استفهام من سلوب شوات لما اخشüf